موسيقى مرحبا بكم في أول حلقة من برنامجكم مايك دور هذا البرنامج سوف نرى الأخبار من راب برز اللي عندنا في المغرب والأخبار من راب المغربي وعلش اللي من هنا اللي قدام لا ندروش على راب في فرنسا في المريكان وفي الدول العربية اللي عندنا بالنسبة للحلقة هذه سوف نرى وإذا كنت تكون فيها الاتراك اللي غادي يكون دشار هذا واحد فقراء اللي غادي تكون بونيس خليوها تتعرفوها من هنا وإلا كملتي الفيديو غادي تشوف البيوغرافي جال واحد راب بالولدسكول هذا الشي اللي كان إلا كنتي بقي ما مابونيش تقابونه دابع وفعل كلوش باش يوصلك ذاك الشي على شكل نوتيفيكاسيون طالطال ما تنساش تترجم ودخلي لنا شكو مونتر وإلا عجباتك الحلقة ما تنساش تبارتجها مع عشرا وأي واحد تتصند الرب مغربي هذا الشي اللي كان خليونا نبدأ مع أول فقرة هي فقرة انستا ستوري بالنسبة للفقرة جال انستا ستوري نبدأ مع أول تراك هو نيفر جال امدو وكان التراك الثاني جال دوباج اللي اسمته ليامياليان أما بالنسبة للتراك الثالث هو ديال طاني اللي اسمته ماشي داكور القصة ديال هذا التراك هذا في شكله هو طوطو بشي اسمع الأبي ديال طاني وعجبوها هذا التراك هذا ويسجل منه واحد لمورسو وليحوا في ستوري دياله ذاك الشي اللي خلاق قاع الفان ديال رب مغربي وليفان ديال طاني يطالبوه باش يخرج هذا التراك في القريب العاجيب ذاك الشي اللي خلاق ينوض يجير كليب وراه ما بقليه ويخرج وباقي ديال طاني ديال طاني دخل شوفوا راس ميتو فراري اما بالنسبة للتراك اللي غادي يكونوا هو المايسترو اللي خلاق في ابي دياله وويس اللي غادي يلوح ثلاثة ديالة في نهار واحد اللي نهار 11 شهر 11 هذا اللي غادي يكونوا كلها ابي فيها 12 المورسو ابي سميتها ونختموه مع اخير ابي هي ديال بصايكو كوين اللي اسمتها مالتيكولوف اما بالنسبة للفيتيرينغ اللي كاين نفرط مغريبي هو الفيتيرينغ ما بين نيقافون وشي واحد من اللي موبر ديال السي بيكار وراه ما بيوجدوه في الكليب دياله اما بالنسبة للفيتيرينغ الثاني غادي يكون ما بين طاني ودراقانو والفيتيرينغ اللي باقي ما متقنش منه هو الفيتيرينغ ما بين هوفر ومورو والفيتيرينغ الاخر ما بين انفيكس والمومس ونختموه مع اخير الفيتيرينغ هو ديال حليوه معدي جي حميده ليسميته سينيوريته من الالبوم ديال حليوه إلا بيتوني ناظر على الالبوم ديال حليوه في وعد الحلقة ببوحده خليوا ليه في مونتر وإلا كنت تفاعل مع هذا الفيديو هذا اللي حليكم حلقة على الالبوم ديال حليوه اما بالنسبة للطراكات اللي غادي يكون اخرين باقي ما تحططش ليه بسميه هو عصام اللي توجد واحد طراك اللي قال عليه انه غادي يكون تراب بلدي وكين طراك ديال ماذ والكليب ديال تيفلو والكليب ديال عيون الحق ليش حاله ده ملح شي حاجه الاخير واحد هو الكليب ديال حاري بالنسبة لهاد فقراءة ديال كلاش كل حلقة غادي هتشوفها الكلاش اللي كان في الطراكات اللي دازو بالنسبة لكلاش ديال هاد السيمانة هادي كينما بين هاد السيد هادا وهاد السيد سمعو مرسو من هاد السيد هادا السيد من جيد مرسو تنبو اي 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 برب عالف درام كتيرو افسيه ديوانة قدولو مستارة دخلنا لمرسك في العرسيه طلع شرد دار طح القولار طلقيش يا خليفة مياه كما قلت لكم اترعتكم البيوغرافي دي الواحد الراب بير واللي هو يونستاع راب ايكي اي نيسيو اللي تزاد في مدينة مراكش نهر واحد في شهر 11 1987 قرأت طلباك بالنسبة لكوتشة ارتيستيك نيسيو بدا في 2005-2006 دوك اللي بي في الزنقاء معد تراري واللي فريستاي من البعد في 2011 غادي يجي واحد من ادلان بروض واللي غادي يبروبوز عليه باش يشيزل تراك اللي هو ديالو واللي كان في 2011 اللي اسميته العباء وفراجاء كتلقاها مراف كجوقة زعمة وموت كليكا حلها في ممت لاوصوك تكنوف المزيكا ضربة بياسيمي طايشن مما كياكي المونيكا عند راسها زعمة فاشن كتشتا حت تيكتونيكا الاخور كتلقاها مطوط متقبر جمعان طعنطيز شارم وصخو مشوط حرقو بالبابيليز قراءة غادي يلوح بالزرف ديال Where featuring مع كليكا ايكس وحط واحد الكوبلي فى طرق ديال panambos اللي كانوا فيا تقريبا قاع روابا اللي كانوا فيكساع فمركش مررررررررررراكش فمتا تامي الحسني معك لا تضوت نيت فالكلاشتين الرتريت بليب فلاب وبيج نيت بالطباطة دروكنيت ما كانشي بروبلم نديرو فعيل ببروكلين في عام 2013 غا جيلوح غا جيحل الشين ديالو وغا جيلوح فيها اول تراك ليه يا تشي تشي ولي كانت في 2013 العربازة الصييفو الراب كلو عليكم بغيتو تطلعو النيفو ما بطلعين حتى سرولكم سرس بوصافي السيرو صييسة لتساعدكم سقلو صمو ستيلو شريو بالعس في حالكم مضرتكم مضرت الكيلو لقضو ميش كل يجابكم خرطفو جاكم عراب طيحتو تدل لبق والبرغود غي كانشوفكم كانت تفل وجيكم غي ديال الشوت مصابل لقاشي حل قبل ما يفوت لأفوت ستعليكم بقفل وفي شي بيرلو حساروت كشكشتو كينمل وراء غا جي يخدم الأوبي ديالانو رمال لي كانت فيها 11 التراك و 5 دياللي في تشيرين في الفين وخمستاش سيخدم على الألبوم ديال انش جايير والتي تقريبا نخدم فيه عامين ولكن تمسحوا لها التراكات هذا الشي ما غاديش يخليه يبقى قادس وناد خدم النتيب ديال امدرا والتي كانت فيها 20 تراك كانوا فيها 3 تراكات بونيس وكانوا فيها 7 تراكات وكانوا في تشيرين بلما نظروا على الفريستايل ديال وانش حط والبيف اللي كان وقع عليه مع مورو من وراء التراك ديال كونترول أب موسيقى 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 إذا كنتي فاند يرمب مغربي ستكون تصمت لهاد البيف اللي كان وقع ما بين مورو والنيسيو هذا الشي اللي كان هنزح وزح ضربة الحيح تزنده دابا بالنسبة لذا الشي اللي كان فاد الحلقة هذه اللي تمناتنا لإعجاب ديالكم إذا عجبتكم الحلقة موسيقى لا تنسى جديد جيم تخلي لنا شكوا مونتر وتبارتجي الفيديو مع عشران باش توصل لأكبر عدد من التراري هذا الشي اللي كان نشوفو في حلقة جديدة وبرنامج جديد شاواميكوس موسيقى 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 موسيقى